اشتركوا في القناة يعني ياريت انه اللي بيسمع المقدمة انه يحكيلي او يجاوبني او ينصح لا شيء راح نعمله بالفترة القادمة كنا نعمل احنا في بداية كل حلقة او في بعض الحلقات نجاوب على بعض الاسئلة فعشان هيك كان يجي اسألة عن الفلك عن الفنجان عن التاروت عن الطاقة عن اشياء متنوعة بكل المجالات اللي لها علاقة بالعلوم الغيبية فعشان هيك انا شايف انه نرجع نسجل هاي الحلقات يعني نعمل ولكن مش من ضمن التوقعات اليومية يعني نسجلها لحالها منفصلة ونعمل لها قائمة على القناة منفصلة تماما على اساس انها تضلها هاي الحلقات موجودة اللي يتسهل على الكل انه اللي بدي يستفسر عن موضوع عن الاحجار الكريمة عن عن اي شيء من هاي الاشياء الرائجة او الشغلات اللي في عليها نوع من انواع الالتباس وترويج لبعض المعلومات الغلط انه احنا نوضحها ولكن نوضحها بطريقة علمية ومنطقية فلسفية مبسطة ونعطي الرأي في هذا الموضوع اللي الكل يستفيد من هذا الموضوع ولكن بدل ما انه انا كنت اعمل في توقعات اليومية لانه في كثير ناس مثلا ايجوا جديد اشتركوا بالقناة وهدولا مش رح يرجعوا لحلقات قبل شهرين وثلاثة واربعة على اساس انهم يشوفوا ايش اللي احنا عملنا او ايش الردود اللي انا كنت ردها فعشان هيك فكرت اني انا اسجلها بشكل منفصل يعني لو حلقة مدتها هيك تكون بس عشر دقائق او اثنى عشر دقائق او اثنى عشر دقائق او نجاوب فيها على هذا السؤال ونشرح ونشرح شو العلم هاد وشو صحته وهو صحيح وكذب وين النصب فيه وين الاحتيال وين الاستغلال الناس وين الاشياء هاي كلها ونعملها منفصل لحل اذا انتوا شايفين انه هذا الموضوع مجدي او هذا الموضوع فيه منفع على الناس طبعا انا من باب اني مش اني انا بدي اطعن في اشخاص او بدي اسيل اشخاص بعينهم وباسماءهم احنا راح نحكي بالعموم عن هذا الموضوع يعني راح مثلا تيجوا تقولولي احكين عن مثلا عن كذا عن عن علم الفنجان مثلا اللي بقولوا هدولة بفتحوا بالفنجان او اللي بعملوا بالرمل شو رأيك في هذا الموضوع انا بعمل دراسة كاملة عن الموضوع بشوف ايش اللي موجود بالساحة وبرضو بعمل لكم انا بالعلم اللي موجود عندي عن هذا الموضوع وايش الصح فيه وايش الغلط فيه وممكن الاستغلال الناس من وين والنصب على الناس من وين وكيف تعرف الصح من الغلط اذا شفتوا هذا الموضوع مثمر وبعطي النتائج او انه هذا مجدي احكولي اقولولي بالتعليقات تحت انه اعمل هيك اذا شفتوا عندكم نصيحة لفكرة معينة او لطريقة معينة برضو نفس الاشي كتبولي اياها وكل تعليقاتك وانا باخذها بعين الاعتبار ولكو كل التحية والاحترام والتقدير لكل شخص موجود على القناة وكل واحد علق بايجابية او علق بانتقاد ايجابي او يعني بيحاول انه يساعد او يدعم بطريقة معينة على حسب قدراته او على حسب يعني تواجده يعني في اشخاص بتحب تجاوب في اشخاص بتحب تساعد في اشخاص مثلا بتحب تشارك باي معلومة باي فكرة انا مش ضد اي اشي عندك معلومة وعلم صحيح تفضل حط ليها في الكومنتات انا ما بحثي في كومنتات عادي جدا نستفيد وبرضو انا ممكن يكون عاني غائب معلومة ممكن استفيد منك انا بمعلومة معينة او تفتح عيني على شيء معين وعشان ما نطول في المقدمة خلينا نروح على التوقعات اليومية طبعا توقعاتنا اليوم الاثنين اربع وعشرين ثمانية القمر الان استقار في العقرب اغلب اليوم رح يكون في منزلة القلب وهي للضفر والنصر والثبات والربح والسلامة يعني فيها نوع من انواع الايجابية اللي بتدعم كثير من الاشياء وطبعا تأثير القمر حكينا لما بكون موجود في العقرب في هاي الفترة منكون اكثر تطرفا في تصرفاتنا يا منحبه بشدة يا منكرهه بشدة نشعر بانتقاد الغير وحدته وبيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب ان نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لانه ممكن ننفجر في من حولنا تحت وطء ضغط عاطفي محبط موسعنا شراء بوليس التأمين وقراءة رواية بوليسية مثيرة ومشاهدة فيلم وامرات واتخاذ قرار حاسم وشراء بيت اما بالنسبة للزوايا الفلكية فاول زاوية احنا ذكرناها بالامس اللي هي راح تكون بعد الحلقة قبل منتصف الليل بتوقيت جرينيتش هي زاوية تسديس ايجابية راح تكون بين القمر وعطارد راح تكون في تمام الساعة 10 و41 دقيقة مساء ام نشعر بقوة الفكر والقدرة على الادراك الجيد للامور بالاضافة الى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تقاول سلبية بين القمر وارانوس راح تكون في تمام الساعة 3 و59 دقيقة صباحا ام تخلق لدينا شعور بالملل من اي عمل روتيني ويفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تثليث ايجابية بين القمر والزهرة راح تكون في تمام الساعة 1 و51 دقيقة عصرا بتأجج العاطف اتجاه الجنس الاخر بالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي ضفعة للعاملين في المجال الفني والتجميل والديكور فبيتحسن عطاءهم وابداعهم اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تزديث ايجابية بين القمر والمشتري راح تكون في تمام الساعة 24 دقيقة مساء بنيهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الاخرين من حولنا كأنها مشاكلنا احنا ومنحاول انه نساعدهم قدر الامكان يعني زي عمل انساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية من الزوايا البطيئة واللي لها تأثير تقريبا نقدر نحيي اسبوع ورح تستمر لمدة معنا تقريبا بحدود الاسبوعين ورح عندما بتراجع المريخ رح تتشكل الزاوية هاي مرة ثانية هاي الزاوية رح تكون بين المريخ وبين زحل رح تكون في تمام الساعة ستة وتسعة عشر دقيقة مساء بتزايد فيها المواجهات والمشاحنات وأعمال العنف اللي بتخلف مشاكل عديدة كما انها بتزداد العصبية وعليه يجب ان تتمالك عصابك وضبط النفس عند التعامل مع الغير وتجنب المواجهة وبيتفاقم اي شعور بالملل وبيتحول الى امتعاض داخلي وبينعكس على علاقتنا مع الغير اما بالنسبة لدواليا وطبعا ركزوا عليها بتعرفوا احنا ذكرناها في التوقعات الاسبوعية فبتعرفوا من الاشياء اللي صارت انه هاي من الزوايا اللي تأثيراتها بتكون واضحة بتدل على ظهور صعوبات ومشاكل في قطاع الصناعة خصوصا الصناعة الثقيلة والبورصة وبرضو تراجع المنتوج الفلاحي في بعض السلع في امور الها علاقة بالمعادن يعني طبعا بشكل سلبي احتمال وقوع حوادث واضطرابات ومقاطعات وخصوصا في امور الها علاقة بالمناجم بالمحاجر بالمعامل وممكن يصير في عرق ليلة نوعية من الانتاج بزيد نفوذ رجال الامن والجيش وبيتعرض المواطنون للقمع والتعسف في هاي الفترة في هاي الفترة هاي ركزوا عليها فهاي الفترة بتزيد بشكل سلبي شعبية احد الدعاء يعني انتقاد وقذف وشتم وترويج من احد الدعاء او رجال الدين المحافظين والمتعصبين طبعا شعبيته بسبب الهجوم عليه مش بسبب انه هو بحكي اشي ممتاز وبتشهد فضائح بتمس بالتقاليد والاعراف الاجتماعية اما بالنسبة لزاوية التثليث اللي بعديها بعد هاي الزاوية هي زاوية التثليث ايجابية بين القمر ونيبتون راح تكون في تمام الساعة سبعة وستة واربعين دقيقة مساء بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدث وعليه فانه اكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا في مجالات ذات صلة بمجالات كالفن والديكور والتجميل اما بالنسبة للقمر القمر موجود في العقرب خلو المسار القادم راح يكون يوم خمسة وعشرين ثمانية راح يكون في تمام الساعة ستة وسبعة وعشرين دقيقة صباحا ورح يستمر لغاية الساعة تناش وثمانية وعشرين دقيقة ظهرا لينتقل بعدها القمر للقوس اما بالنسبة لعمر القمر القمر الان في مراحل النمو للقمر يعني كمان يوم بيكتمل بيصير نصف بدر قمر يعني ربع القمر عمره ستة ايام في تمام الساعة ثمانية وستة واربعين دقيقة صباحا بيصبح سبع ايام نسبة الإضاءة ثمانية وثلاثين في المية فيه اشخاص بين قوسين خلينا نقاطع هيك فيه اشخاص سألوا انه انت بتحكي عن عمر القمر يعني هاي الرزنامة او التحديد الشهري اللي هم بحدوه غلط يعني احنا منصوم غلط واحنا منعمل غلط يا اخوان احنا هنا نحكي فلكيا فلكيا حسابات دقيقة جدا بتحدد عمر القمر بدايته ونهايته العالم العربي اللي سبب في بعض الخربطة خصوصا في الشعائر الدينية انهم يعتمدوا على رؤيته رؤية القمر مستحيل تصير في اول يوم دائما بتصير ثاني او ثالث يوم على حسب وقت ميلاد القمر فعشان هيك بيكون رايح من الشهر او من بداية الشهر يوم او يومين مستحيل في نفس ولاد القمر انهم يشوفوه مستحيل تماما بدهم من ثمانية لاثنعشر ساعة ليبين اثار الهلال على اساسهم بيحددوا بيكون احنا وين رحنا راح علينا يوم عشان هيك دائما حسابات القمر لما احنا منحكيها احنا منحكيها بدقة عالية بلغة احضة ولاد الهلال عشان هيك احنا ادق بحساب الشهر القمري من حسابات لرؤيته لانه لرؤيته اكلوا عليكم يوم او يومين ودخلته بالشهر الغلط وانتهى الشهر بالشكل الغلط وطبعا ما بلزم حد انه يتبع الفكرة هاي وما بلزم حد انه انا بحكي ايش صح او ما بلزم حد على اساس انه انا بدي ادخل بخلاف او بنقاش او بمسألة خلافية هم حرين بدكوا تتبعوهم وتقولوا اه وزرنا في ركبتهم هم اللي بتحملوا الاثم انتوا حرين حابين انكوا تتبعوا اللي انا بحكيه هاد برضو انتوا حرين انا بالنسبة لالي بمشي على الحسابات هاي ما بمشي على حساباتهم انا شخصيا اما انت حاب تتبعها حاب تتبعهم ما حدا يدخل معي بنقاش تحت وقعد يجادلني لانه مش موضوع جدال حكينا فيه كثير وتناقشنا فيه كثير ومش ناوي ارجع اعيده مرة ثانية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذراء حتى يوم 22.9 المزاج سعيد القمر في العقرب حتى يوم 25.8 المزاج سعيد عطارد في العذراء حتى يوم 5.9 المزاج سعيد الزهرة في السرطان حتى يوم 6.9 برضو المزاج سعيد المريخ في الحمل حتى يوم 9.9 بما انه اليوم بشكل زاوية التربيع بميل النحاسة منتحس يعني المشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم 12.9 المزاج منتحس زحل في الجدي بيتراجع حتى يوم 29.9 طبعا اليوم مزاجه منتحس جدا اورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 14.1 2021 مزاجه منتحس نبت في الحوت بيتراجع حتى يوم 29.11 مزاجه ممتزج بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 14 مزاجه منتحس وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا القمر صار موجود في البيت الثامن لايلك شوي هو بيضغط على النفسية مش مكان مناسب لايلك لكن افضل من لما يكون مقابل او يكون في البيت السادس يعني شوي بتتحسن الاجواء يوم ضايل يعني بكرة القمر رح ينتقل للقوس رح يكون ايجابي اكثر فهذا اليوم حاول انك انت تعمل بشكل روتيني او تتحكم بعصابك وردات فعلك عصبيتك توتراتك تقلبك مزاجك بدك تسيطر عليها لانه في لحظات ممكن تفقد السيطرة على حالك يعني تكون شوي عدائي او شوي مهاجم او لسانك شوي بيكون لاذع اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء تقريبا نقدر نحكي انه اورانوس بيحدث بعض المفاجآت اليوم المفاجآت رح تكون لها علاقة بالوضع المالي ممكن تهتم ببعض المسائل المالية ممكن تحصل بعض الارباح اللي بتجيك عادة من عمل اضافي في منك رح يهتم بمشروع معين او بمراقبة شيء الو علاقة بتطوير او بوضع مالي معين يعني يا اما اسهم بورصة مشروع معين اشياء من هذا القبيل اهم شي انكوا تقللوا من مصاريفكم بالفترة هاي لانه بظهر فيها شوية مصاريف او انت بترغب بصرف الفلوس بطريقة شوي بتكون هيك يعني نوع من انواع لتفشش هيك اما بالنسبة للبيت الثالث فطبعا اليوم تنقلاتك وحواراتك واتصالاتك مش هالقوية يعني بتكون بشكل روتيني اهتماماتك بالاتصالات والترويج ممكن تروج لشيء معين او تتصل او تتواصل مع بعض الاشخاص بشكل روتيني ولكن مش الراغب القوي للتواصل يعني ممكن تحصرها على اشياء معينة او على اشخاص معينين اهم شي انك تكون منتبه اثناء تنقلاتك واتناء حواراتك زي ما حكينا من العصبية وردات الفعل ممكن يكون لك تعاون مع اخ اوجار اهم شي اللي عنده امتحان او مقابل يبدو يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض نهائيا اما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا الاجواء على مستوى البيت جيدة تقريبا مستقرة الامور في بعض الاهتمامات المنزلية او العائلية او موضوع عائلي معين ممكن يظهر قلال هذا اليوم او نقاش معين او حوار ولكن كلها تقريبا تكون بالاتجاه الايجابي يعني ما فيه اي شيء سلبي الو علاقة بوضع البيت ولكن حاول انك ما تفرض رأيك وما تتسرع ببعض الاوامر اللي بدك اياها كن فيكون يعني حاول شوي تكون مرن ما توجه الاوامر بصفة حادة ممكن تظهر عند البعض بعض الاعطال او بعض الاهتمامات المنزلية اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء على المستوى العاطفي تقريبا برضو روتينية ما فيه اي شيء لا ايجابي ولا سلبي بتتعاملوا مع الاحباء على حسب طبيعتكم على حسب طبيعة العلاقة ما بينكم في منكم راح يكون له تعاون مباشر مع ابن او احد افراد العائلة اما بالنسبة للبيت السادس فطبعا الاجواء اليوم فيه الها علاقة بالعمل ممكن تهتم بمسألة الها علاقة بالعمل او تطوير عمل او نقاش او موضوع الى علاقة في مكان العمل ممكن تكثر عندك بعض الاعمال خصوصا ستات لبيوت اعمال منزلية او نشاط بعمل منزلي معين اما بالنسبة لصحة فتقريبا نقدر نحكي انه بعضكم ممكن يشعر ببعض التقلبات الصحية او عدم استقرار بالوضع الصحي او يشعر بنوع من انواع التعب او هيك يعني انه شوي نفسيا مش مرتاح اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء تقريبا منقدر نحكي انه يعني فيها بعض الاشياء الايجابية اللي بتجمع ما بينك وبين الشريك ممكن تتحاوروا او تتناقشوا في مسألة معينة وبتكون الاجواء ما بينكم ايجابية اما بالنسبة للبيت الثامن تم فرصة لمكسب مالي مصدر شراكي او تعويض صحتكم او صحت قريب الكم بحاجة للرعاية ممكن يتغير الوضع لصالحكم مع شرط التحلي بالليونة والدبلوماسية خصوصا في التفاوض ممكن تضطر لتقديم بعض التنازلات او تصحيح بعض الاخطاء تقبل اراء الاخرين بدون اي تحفظ ممكن تنشغل بمعاملة او بملف اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء على مستوى الاتصالات البعيدة برضو بتكون بشكل روتيني بس اهم اشي اللي عنده امتحان او عنده قضية قضائية ما يهملها ويستعد بشكل جيد على اساس انه ما يتفاجأ بالنتاج اما بالنسبة للبيت العاشر فبيت السمعة شوي في شوية حذر فعشان هيك منقول لك لان الزاوية اليوم لها علاقة في هذا البيت فمنقول لك دير بالك ما في داعي لمخالفة القوانين ولا للمشاحنات ولا للعصبية ولا لاتخاذ اي اجراء ممكن انه شوه سمعتك وينتبه على مستوى عملك مع علاقتك مع زملائك او رؤسائك بالعمل اما بالنسبة لبيتك 11 علاقتك مع الاصدقاء روتينية يعني ممكن بعضك يلتقي ببعض الاصدقاء او يتوجه له دعوي لحضور حفلي او مناسبة اما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا نبتن ما زال بشكل نوع من انواع الحساسية والتوترات وبرضو الوسواس والقلق من بعض الاشياء ممكن قلق على احد افراد العائلة او احد الوالدين اهم اشي انك تشحن حالك بطاقة ايجابية بعد عن الوسواس ما تخلي اعمالك تتراكم حاول انك تنجزها بوقتها وبرضو اهتم بصحتك برج الثور طبعا القمر اليوم مقابلكم تماما فعشان هيك شوي بتحس ان طاقتك ضعيفة بتحس انه في تقلب بالمزاج عندك بتشعر بالاستياء في بعض الاوقات من التقلبات اللي بتصير معك بشكل مفاجئ حاول انك توطد العلاقة ما بينك وبين الشريك او ما بينك وبين الزوج برضو الفترة هاي بتحمل نوع من انواع المصالحة او اشياء لها علاقة بالتراجع عن قرارات كانت بالفترة الماضية وبنحذر من اتخاذ قرارات بدون دراسة او بدون تحليل اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء على المستوى المالي ما زالت مربكة فعشانك بتظهر بعض الالتباسات او المصاريف او الدفعات او الالتزامات المالية اللي شوي بتكون تيجي بشكل مفاجئ فممكن تشكل لك نوع من انواع التوتر اهمش انك تقلل من مصاريفك وتنتبه لامورك المالية من السرقة والضياع اما بالنسبة للبيت الثالث فاليوم ممكن تنشط باتصالات وبحركة وبالتواصل ممكن تنشط بحوار معين او تروج لسلعة معينة او لمشروع معين بنجاح ممكن تهتم بموضوع العلاقة بالسيارة او تصليحات او ترميمات او امور انها علاقة اما بشراء سيارة او جهاز تليفون او صيانة احداهما اهم اشي اللي عنده امتحان اليوم الاجواء جيدة ومناسبة حتى للمقابلات وحتى لا اشي اللي علاقة مقابلة عمل برضو بتساعدك بشكل قوي وعلى امور الدراسي برضو عندك اليوم رغبة للدراسي وقدرة على الاستيعاب الجيد اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء على مستوى البيت شوي فيها ما زالت فيها بعض الاعباء او الاعطال او المشاكل البيتية اللي لها علاقة بترميم او تصليح او اهتمام بشيء بتعلق بالبيت او بالعائلة فعشان هيك شوي بدك تضبط عصابك اثناء التعامل الاوامر بتطلب العقل ما بتطلب منك التسرع ماشي الاجواء ضاغطة ولكن اجمالا عندك قدرة على اتمامها اذا انت ركزت بشكل جيد اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء دعم بشكل قوي على المستوى العاطفي فالفترة هاي بتزيد الرغب عندك للامور اللي الها علاقة اما بالتجميل او الاهتمام الشخصي او اهتمام ببعض المسائل اللي بتتعلق بالاحبة في منكو ممكن يتعرف على علاقة جديدة بشكل مفاجئ او يطور علاقة لرتبة محبة او تزيد المرحلة هاي برضو بتبرعوا في ممارسة هواية معينة او بتنشطوا في هاي الامور وفي منكو رح يهتم بامور الها علاقة باحد الوالدين او احد الابناء اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء تقريبا نقدر نحكي انها ضاغطة على مستوى العمل يعني في عندك اعمال متراكمة او يعني شوي ما بتشعر بالملل من عدم القدرة على انجاز بعض الاعمال بالفترة هاي او بتحس انه الاعمال كثيرة حاول انك ترتب المهم بعدين الاهم ما تراكم الاعمال عليك وبرضو اهتم بوضعك الصحي اللي ممكن يظهر بعض التقلبات في اوقات ما اما بالنسبة لبيتك السابع تبعا بينصب تفكيركم حول تدعيم شراكاتكم حافظوا على هدوء اعصابكم ونبرد صوتكم لا تعرض لقاءاتك للفشل بتحمل هاي الفترة توتر لانها من اكثر ايام الشهر فيها نوع من انواع الضغط لان القبر مقابلك تماما عشان هيك حاذر من الخصام وما تعتدي على احد وحاول برضو انك ما تعادي احد جنب الخلافات كليا خصمك بهاي الفترة دائما بكون اقوى منك وطباعك بالفترة هاي شوي مش هادئة يعني في عندك نوع من انواع التوتر اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء على مستوى بيت الثامن الروتينية يعني اهتمامك ببعض المسائل المالية المشتركة او امور بالمؤسسات المالية او المشاريع شوي بتكون يعني بحاجة للمراقبة ممكن يتعطل موضوع العلاقة بقرض او بنك ما تجري الاجراءات بالشكل اللي انت بترغبه او صير فيه بعض التعطيل عشان هيك حاول انك تكرر المحاولة عشان تزبط معاك مرة ثانية ولو اجلتها لبكرة بكون الوضع افضل اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء يعني شوي ممكن تجيب لك خبر مزعج الو علاقة اما بالدراسة الجامعية او الو علاقة باحد الاشخاص خارج البلاد او الو علاقة باجنبي او مؤسسة دولية او تأخير بريد عليك او مراسلة معينة او ممكن تدخل بعضكو يدخل بنقاش شوي يكون حاد خصوصا يكون سياسي او ديني اما بالنسبة للبيت العاشر فهنا بيت السمعة منقولك حاول انه اليوم ما تشوه سمعتك ما تدخل باي مجازفات او اي شيء ممكن يسيء لسمعتك لا خلاف ولا نقاش ولا حوار وخصوصا مع معارفك او زملائك او رؤسائك بالعمل دك تضبط اعصابك قدر الامكان اما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم ممكن تنشط بين الاصدقاء في مسألة معينة وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة او لقاء اما بالنسبة لبيتك 12 فهنا بتطلب منك شوي التركيز لانه هذا بيت المتاعب وهو بيجيب لك بعض الاوجاع اللي لها علاقة بالرأس او بالرقبة او في الاكتاف فعشان هيك شوي بدك تنتبه على صحتك حاول تنجز اعمالك لو عملت ساعات اضافية برضو ممكن تحمل نوع من انواع القلق على صحة احد الاحبة اهم اشي انه برضو تحتاط من بعض الاشخاص اللي ممكن يتآمروا عليك بالخفاء او يكيدوا لك او يحاولوا انهم يستغيبوك او اشياء من هذا القبيل برج الجوزاء طبعا القمر الان انتقل وصار في البيت السادس لايكم فعشان هيك شوي النفسية بتكون متقلبة في نوع من انواع التوتر اليوم او القلق او العصبية او الحدية بالطباع حاول قدر الامكان انه شوي ما تهمل عملك خلال فترة هاي لانه الاجواء شوي بتكون ضاغطة وبرضو ما تهمل صحتك وحاول تشحن حالك بطاقة ايجابية وتبعد عن اصدار القرارات اللي ممكن شوي يكون فيها نوع من انواع العصبية او الجكر اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء تقريبا منقدر نحكي انه ممكن يكون لك بعض الاهتمامات على المستوى المالي ممكن تهتم بمسألة مالية معينة او تراكم دين او مطالبات مالية او الاهتمام بتحسين الوضع المالي اهم اشي انه الفترة هاي بتكون الاجواء ضاغطة باتجاه المصاريف في منكم ممكن يحصل بعض المكاسب المالية اللي بتيجي من عمل اضافي او شيء معين بيعمل وبحصل من وراء مكسب ولكن برضو عليك مصاريف الزيادة او رغبة بالاسراف اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء تقريبا منقدر نحكي ع حادة فعشان هيك منقولك اضبط اعصابك ما في داعي لاتخاذ القرارات او العصبية او الحدية بالطباع لازم تضبط عصابك قدر الامكان ما تتسرع باتخاذ القرارات انتبه اثناء حركتك اثناء تنقلاتك اثناء ترويجك لشيء معين بدك تكون صبور وبرضو اذا كان عندك امتحان او مقابلة بدك تدرس وتركز وتحضر بشكل جيد ممكن اليوم يكون لك تعاون او تعامل مع اخ اوجار اما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا الامور بتتركز كلها على البيت في الفترة هاي اما خلاف او نقاش او حوار او شيء له علاقة بترميم بتصليح يعني كلها الها علاقة بالبيت والها علاقة بالعائلة فعشانيك منقولك حاول تضبط اعصابك انجز اعمالك اعمل تقارب ما بينك وبين افراد العائلة ما تكبر الفجوي ما بينك وبينهم اما بالنسبة للبيت الخامس فعالمستوى العاطفي اليوم الاجواء الروتينية يعني بتتعامل على حسب طبيعتك ما فيه لا ايجابي ولا سلبي ممكن تنجز بعض الاعمال العاطفية او اشي بتعلق بهواية او بتعلق بنزوة معينة الاهم انك تشحن حالك بطاقة ايجابية اثناء تعاملك مع الحبيب او مع احد الابناء او احد الوالدين اما بالنسبة للبيت السادس فطبعا منقولك انجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم نظموا جد والغذاءكم اخذوا قسط كافي من الراحة ممكن ترتاح لسير بعض الامور بشكل روتيني بالرغم من كثافتها راعي ظروفك الصحية ممكن تعيد ترتيب الاوضاع وتتحسن احوالك اما بالنسبة للبيت السابع فطبعا طريقة تعاملكم مع الشركاء روتينية يعني بتتعاملوا معهم على حسب طبيعتكم او على حسب العلاقة اهم شي انه ما تعاندوا وما تتعصبوا وما تحاول تفرضوا رايكوا بالفترة هاي خلوا الاجواء تكون روتينية ما بينكم اما بالنسبة للبيت الثامن فهنا الامور حادة على المستوى المالي فتظهر بعض القلق على بعض المسائل المالية او الدفعات او الالتزامات او امور الها علاقة بالوضع المالي المشترك عشان هيك بدك تركز على امور الها علاقة ممكن في بنك ممكن ضريبة ممكن تأمين ممكن بورصة ممكن اسهم ممكن الديون وبدك تحذر من بعض النصابين او المحتالين اللي ممكن انهم يستغلوك وانتبه على اموالك من السرقة او الضيع اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء تقريبا يعني روتينية على مستوى الاتصالات لبعيدة والتواصل مع اشخاص خارج البلاد او امور الها علاقة بالدراسة او البحث تتعامل بشكل روتيني اهم ايش اذا كان عندك امتحان جامعي بدك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحض اذا عندك قضية قضائية ما تهملها يعني بدك تستعدلها بشكل جيد وما تتغيب عنها او تهملها لانو الاجواء ممكن تنقلب ضدك اما بالنسبة لبيتك العاشر بيت السمعة هنا من قلك يعني الاجواء برضو ضاغطة شوي مش بالشكل الكبير ولكن اجمالا عندك قدرة لتعزيز علاقاتك او علاقتك مع معارفك ممكن تستاء من بعض الاشخاص ممكن يكونوا زملائك او رؤسائك بالعمل او احد المعارف اما بالنسبة لبيتك 11 فالاجواء على مستوى بيت الاصدقاء شوي في نوع من انواع الحدية بسببلك نوع من انواع التقلب ممكن تستاء من بعض الاشخاص او تكتشف شخص معين بحاول انه يستغلك او يستدرجك في امر معين او ينصب عليك او يحتال عليك وهو بكون يعني متقمص شخصية الصديق في الفترة هاي يعني في قابلية لكشف بعض الاشخاص اللي ممكن يكونوا يعني محتالين او كذابين اما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا الاجواء منقدر نحكي انه فيها نوع من انواع الضغط فعشان هيك برضو بتركز على موضوع العمل بتركز على تراكم العمل بتركز على صعوبة انجاز بعض الاعمال وبالمقابل بدك تهتم لبعض التقلبات اللي ممكن تيجي على المستوى الصحي ممكن منعتك بالفترة هاي بتكون ضعيفة فعشان هيك بتحدث لك بعض التوترات او التقلبات الصحية بشكل مفاجئ وممكن تحمل هاي الفترة نوع من انواع القلق على صحتك او على صحة احد الاحبة او تهتم بزيارة بعض الاشخاص او شخص مريض بتحاول انك تزوره او تتواصل معه اهم اشي انك انت تنتبه على حالك برج السرطان طبعا اليوم القمر في البيت الخامس يعني يوم ايجابي اليوم عندك رغبة عالي جدا للانطلاق وللتحرك معنوياتك ونفسيتك احسن حيويتك عالي جدا حتى انت اليوم ملفت للانتباه مع الاشخاص اللي انت بتتعامل معهم وخصوصا للجنس الاخر فحاول انك اليوم تشحن حالك بطاقة ايجابية ممكن تهتم ببعض الامور اللي لها علاقة بالتجميل او الاهتمام الشخصي او نفسي او ممكن قصة شعر لباس معين يعني اهتمام بالمظهر العام اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء شوي بتدفعك لبعض المصاريف او الدفعات او قلق على وضع مالي معين او ممكن التباس في وضع مالي معين يطلب منك الاهتمام او ظهور بعض الدفع اللي بتيجي بشكل مفاجئ لها علاقة بالصحة او لها علاقة بالبيت اما بالنسبة الى البيت الثالث فالاجواء داعمة لالك وتعطيك حيوية ونشاط عالي فممكن تنشط اليوم بتناقلات واتصالات حوارات ممكن ما تهدأ وطيرتك اليوم ممكن تتواصل مع بعض الاشخاص لترويج لاشي معين وممكن تهتم بانجاز بعض الاعمال اللي بتطلب منك الحركة في منكو رح يهتم بموضوع الاعلاقة بصيانة سيارة او شراء سيارة او جهاز هاتف او صيانته اهم ايشي انه اليوم رح يكونلكو تعامل برضو ايجابي ما بينكو بين اخ او جار واضبطوا اعصابكو اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء تقريبا جيدة على مستوى البيت وهي بتحقق بعض الانجازات اللي لها علاقة بالبيت او العائلة فممكن تهتم ببعض الشؤون المنزلية او تظهر بعض المصاريف او الاعباء خلال هذا اليوم في منكو ممكن تكثر عنده الانشغلات او الزيارات او في موضوع معين ممكن يظهر على الساحة ويسبب لك نوع من انواع التوتر اما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا اليوم بتجتازه يوم ايجابي بيبعث على البهج والانشراح ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا فرصة مناسبة لتحقيق انجاز فضع مخاوفك جانبا وما تتهرب الاجواء مناسبة للتلاقي والتعارف والحب والغرام وتعتبر هاي الفترة من اجمل ايام الشهر واكثرها حظا اذا استغليتها بالشكل المناسب اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء على مستوى العمل تقريبا بتحولوها لشكل روتيني اهم مش انك ما تهم الاعمالك حاول تنجزها بوقتها وفي نفس اللحظة اهتم بعملك بشكل جيد يعني بدك شوي ثابر على هذا الموضوع واهتم بصحتك لانه ممكن تحدث لك بعض الاشياء اللي بتيجي عرضية هيك اللي ها علاقة باوجاع ممكن الضغط ممكن مغس ممكن ضيق نفس اشياء من هذا النوع اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء تقريبا فيها نوع من انواع الحدية بطريقة التعامل ما بينك وبين الشركاء شركاء المال او العاطفة الاجواء صحيح انها مش عدائية كثير زي الايام الماضي ولكن ممكن تظهر يظهر خلاف مفاجئ او نقاش مفاجئ تحتده او تعصبه على بعض بعدين الاجواب ترجع طبيعية بس اهم اشي ما في داعي لهزات البدن وما في داعي للمناقشات والحوارات الصعبة اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء يعني ممكن تظهر بعض المسائل المالية او تعطل بعض المسائل المالية المشتركة كامور الها علاقة بقرض او مساعدي او طلب مساعدي او امور الها علاقة باموال الزوج او الزوجي شوي هاي بتسبب لك نوع من انواع التوتر او القلق وممكن تتأخر مسألي الها علاقة ببنك او ضريبة او تأمين اهم شي انك ما تدخل بمشاريع جديدة دون مراجعتها واستشارة اهل الاختصاص اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء تقريبا بتحمل نوع من انواع الاتصالات او تلقي اتصال من خارج البلاد او الاهتمام بموضوع بشخص بتعلق اما انه مقيم خارج البلاد او اجنبي وممكن انه تشتري اشياء عن طريق المراسلة او عن طريق الانترنت وممكن يتأخر بريد او جواب او تقلق لموضوع الو علاقة بالسفر اهم شي اذا كان عندك امتحان او مقابلة اليوم يوم ايجابي وبيدعمك بقوة على هذا الموضوع وحاول اذا يعني في مقابلة انك تتممها اليوم لانها مساعدة للك وفيها ايجابية اما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا بيت السمعة نقول لك ما تجازف وما تغامر وما تخال في القوانين ما تشوه سمعتك ما تبادر باي شي ممكن يسبب لك نوع من انواع الاحراج او المسائلات او يعني شوي سيء لك حاول تشحن حالك بطاقة ايجابية وتركز وما تندفع وما تتهور اما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم بيجيب لك لقاءات او تواصل مع اشخاص او اصدقاء فممكن تنشط اما بزيارة او دعوة لحضور حفلة او مناسبة او لقاء بعض الاصدقاء بشكل مفاجئ اما بالنسبة لبيتك 12 فالاجواء ايجابية ولكن الاهم انك تنجز اعمالك بوقتها ما تهمل عملك ما تهمل علاقتك مع زملائك رؤساك بالعمل وبرضو حاول انك تهتم بامورك الصحية من بعض التقلبات اللي مش يعني الكل رح يعاني منها ولكن حبينا ننبه لهذا الموضوع ولكن بتحمل للفترة هاي نوع من انواع القلق على صحتك او صحة احد الاحبة برج الاسد بما انه القمر موجود في البيت الرابع فهذا بعني انه الفترة هاي شوي بتعني تربيع مع بيتك بتسبب لك بعض القلقلة او البلبلة او التوتر من بعض المسائل ممكن تتذاق من وضع معين الو علاقة في البيت او الو علاقة بالجيران مثلا الو علاقة بامور مشتريات ترتيبات التزامات شوي النفسية مش مرتاحة كثير يعني سهل جدا اليوم يتقلب المزاج عندك او تتوتر او تنشحن بطاقة سلبية حاول انك تسيطر على انفعالاتك بس وما تتخذ قرارات مفاجئة وتكون حادة اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء جيدة على المستوى المالي اليوم تظهر لك نوع من انواع الاهتمام بمسائل مالية في منكو رح يحقق بعض المكاسب اللي بتيجي من عمل اضافي او مستردات او هبات او نوع من انواع الدعم او يعني خبر يعني يكون مطمئن لتحسين الوضع المالي اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء تقريبا نقدر نحكي فيها نوع من انواع العصبية والحدية في بعض الاوقات فعشان يقدر تشحن حالك بطاقة ايجابية قد ما بتقدر ما في داعي للانفعال ولا للعصبية ولا لاتخاذ قرارات شوي تكون صادمة وما توجه اللوم او العتاب المباشر في منكو رح ينشط بامور الها علاقة بالسيارة او بالاتصالات ولكن الاهم انك تكون منتبه اثناء تنقلاتك ما في داعي للتهور ولا للمغامرة ولا للمجازفة في منكو رح يهتم بمسألة الها علاقة بالمقابلة بمقابلة معينة او امتحان بدك تستعد بشكل جيد يبل ما تخوض هاي التجربة في منكو رح يكون له تعامل مع اخ او جار اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء تقريبا على مستوى البيت ممكن تنهم كل يوم في ادخال تعديل على مسكنكم منكم ممكن يغير سكنه او يميل لافراد العائلة او مثلا تعاون ما بينكو بين احد افراد العائلة اهمش انك ما تسمح لبعض الالتباسات العائلية او الشخصية بانها تأثر على استقرارك ممكن تنهمك بحل مسائل عائلية او شخصية وتبدو قلق وتتدمر لاقل اشارة اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء روتينية على المستوى العاطفي يعني بتتعامل مع الاحبة بشكل روتيني ممكن يعني تنشط ببعض الاشياء اللي الها علاقة بهواية او الها علاقة بنزوة او تغيير جو او لقاء حبيب واو تعامل مع احد الابناء او احد الوالدين ولكن بدك تكون حذر انه مش بكامل الطاقة موجود الامور حاول انك انت تمشي اليوم بشكل اعتيادي ام ممكن تنزعج او تعصب من ادفع الاسباب حساسيتك عالية كمان يوم القمر بصير في مكان مناسب للك ممكن تعزز العلاقات العاطفية اكثر اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء تقريبا بتحمل بعض المفاجآت على مستوى العمل ممكن يظهر تراكم عمل او تهتم بعمل معين او انجاز بعض الاعمال الضرورية خلال هذا النهار وفي منك راح يهتم ببعض المسائل اللي الها علاقة بالصحة او مراقبة الصحة او يشعر ببعض التعب اللي بيكون يعني هيك عابر بده بس نوع من انواع الاهتمام اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء على مستوى بيت الشراكة برضو روتينية يعني بتتعاملوا مع شركائكم او مع الازواج بشكل روتيني على حسب طبيعتكم لا ايجابي ولا سلبي اهم شي انه الفترة هاي ما تبادروا باي شيء له علاقة بالقضاء او بالقضايا القضائية اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء الها علاقة باموال الشريك او اموال الزوج او الزوجة بتظهر اليوم بشكل مفاجئ او بصير تطور على هاي المسألة او نقاش او حوار في هذا الموضوع اهم اشي انك تحاول يعني تحل الامور بشكل ودي لانه ممكن يكون في مساءلات او محاسبات في منكو رح يحتال عليه بعض الاشخاص او يتآمر عليه بعض الاشخاص من ناحية مالية بتكونوا حاذرين على اموالكم من الصرقة او الضياع اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء تقريبا منقدر نحكي انها حادة قصوصا على مستوى امور الها علاقة بالدراسة الها علاقة بالتنقلات بالسفر البعيد الها علاقة باشخاص خارج البلاد الها علاقة بالقضايا القضائية فعشان هيك بدك تكون حذر من المسائل هاي اللي احنا ذكرناها ما تخليها تتراكم او ما تضغط عليك بشكل يعني يكون حاد فانت تتهور وترتكب اخطاء حاول اذا كان عندك امتحان انك تكون مستعد بشكل جيد واذا كان عندك قضية ما تهملها وكون مستعد اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء على مستوى بيت السمعة بتجيب مفاجآت فعشان هيك بنقول لك لا تشوه سمعتك ما تغامر ما تجازف ما تدخل باشياء مشبوهة وما تخالف القوانين وبرضو انجز اعمالك بوقتها وبطريق التعاملك مع زملائك او رؤسائك بالعمل اما بالنسبة لبيتك 11 فهو روتيني بعلاقتك مع اصدقائك ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلي او مناسبة اما بالنسبة لبيت المتاعف فالاجواء داعملة اليك صحيا وعلى مستوى العمل ولكن بتحمل نوع من انواع القلق على صحتك على صحة احد الاحبة عفوا او على احد الاشخاص اللي بيعزوا عليك او ممكن عيادة او زيارة مريض او تهتم بمسألة لمريض معين برج العذراء طبعا القمر الان انتقل للبيت الثالث برج حليف لايلك داعم لايلك بقوة وهذا بعزز تسارع الامور بالنسبة لايلك انك تشعر الامور بلشت تتغير وفيها نوع من انواع الايجابيات وخصوصا الان مع وصول الشمس وعطارد بيت الشخصية عندك بدعمك بشكل قوي بعدل من مزاجك بعطيك قدرة على التركيز وقدرة على انجاز كثير من المهام او حلها او سرعة بديهة عالية لحل ومعالجة بعض الالتباسات والضغوطات اللي كانت بالفترة الماضية ممكن بدها باستقرار المحاولة مرة ثانية اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء تقريبا على الوضع المالي ما زال فيها نوع من انواع الضغط فعشان هيك بتسبب لك نوع من انواع التوتر او التقلب فحاول قدر الامكان انك تضبط اعصابك ما في داعي للانفعال ولا للتهور ولا لصرف الفلوس بدون حساب حاول انك تنتبه على اموالك من الصرقة او الضياع او من بعض المحتالين اما بالنسبة للبيت الثالث فاليوم بتنشطه في امور الها علاقة بالدراسة والسفر والاتصالات فترة مناسبة للخروج في نزهة قصيرة ولتعزيز العلاقة مع اخ او جار ممكن تقوم اليوم بمفاوضات حثيثة ومفيدة عبر عن رأيك وفاوض بجراءة فبتتميز بسرعة الخاطر والقدرة على ايجاد الحلول اما بالنسبة للبيت الرابع في الاجواء على مستوى البيت برضو روتيني ما في اي شيء لا ايجابي ولا سلبي يعني بتنجزوا اعمالك المنزلية بشكل روتيني ممكن تظهر بعض الاعباء او الدفعات او الالتزامات او الاعطال المنزلية اللي تطلب منك نوع من انواع الاهتمام وفي منك رح يكون في مشكلة او حوار او نقاش بيتي او عائلي اهم يش انك ما تتخذ قرارات صعبة وما تعصب وما تحتد اما بالنسبة للبيت الخامس هنا بدي احذرك من نقطة الفترة هاي في انزعاج من الحبيب وبرضو ممكن يكون تقصير منك انت اتجاه الحبيب في بعض الامور ممكن ان شغلت بمسائلك او بافكارك او باشياء بتخصك اكثر من الواجبات اتجاه الحبيب او ممكن بعضك اتخذ قرارات شوي ظلم فيها الحبيب بالفترة هاي او اذا او عاقبه فعشان هيك بدك تراجح حالك بطريقة يعني حكيمة وتشوف الامور هاي كيف ممكن انك انت تصلحها هاي الامور العاطفية امور الحبيب بدها شوية اهتمام لانه هاي الفجوة بتأثر عليك بشكل كبير في منك رح يهتم ببعض المسائل اللي الها علاقة اما بمصالحة او تراجع عن قرار او بممارسة هواية معينة اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء تقريبا ضاغطة على مستوى العمل فهي بتسبب بعض الارباك او تأخر بعض المعاملات او ظهور عمل شوي صعب بيتطلب منك نوع من انواع الانتباه اهمش انك تنجز اعمالك بوقتها ما تخليها تتراكم عليك وبرضه في المقابل بدك تهتم ببعض الامور والمشاكل الصحية اما بالنسبة للبيت السابع فبتطلب منك الاهتمام بالشريك او بالزوج بشكل كبير لانه شوي في مسافة صارت ما بينكم ممكن تقلب المزاج ممكن ضغط النفس اللي انت مريت فيه خلاك تبعد شوي ممكن سبب سوء تفاهم ما بينكم الفترة هاي لازم تعالج المسائل هاي لانه شوي بتسبب هاي النوع من انواع البعد او الجفة او حتى لو كان في مشكلة معينة حاولوا انكم تتجاوزوها بالفترة هاي اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء على مستوى الاموال المشتركة حاد وبسبب نوع من انواع التقلبات المالية فعشان هيك ما تغامر وما تجازف بمشاريع ما تغامر باموالك ممكن تفتح نقاش او حوار ما بينك وبين الشريك على مسائل بوضع مالي معين وبرضو انتبه على اموالك من السرقة والضياع في منك ورح يهتم ببعض المسائل اللي الها علاقة بضريبة او تأمين او بنك او حتى بامور الها علاقة بالبورصة والاسهم اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع اشخاص خارج البلاد او الاهتمام ببعض المسائل اللي الها علاقة اما بقضية قضائية او ببعض الامور اللي بتتعلق بالدراسة الجامعية اللي عنده امتحانة او مقابلة بدي يستعد بشكل جيد واللي عنده قضية ما بدي يهملها اما بالنسبة للبيت العاشر فهو امن ما فيه اي مشاكل بالعكس بيشجعك على عمل جديد وبشجعك على تطوير العلاقة ما بينك وبين زملائك او رؤساك بالعمل وبرضو بتقدر تنجز بعض الاعمال بشكل مشترك يعني بعمل مشترك اما بالنسبة لبيتك 11 فالاجواء جيدة فاليوم ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة او لقاء او تواصل معين مع احد الاصدقاء او مساعدة صديق لا اليك في شيء معين الاجواء بتدعمك بشكل جيد وبرضو ممكن تعزز علاقة مع صديق معين وممكن تحمل لك نوع من انواع المقابلة مع شخص معين مثلا تنجز مع بعض الامور او يساعدك في مسأل ياهو بمد يد العون اليك يا انت بالعكس بتمد يد العون لا الو اما بالنسبة لبيت المتاعب فالاجواء تقريبا الان خيلي بيتك 12 من الكواكب والتأثيرات فعشان هيك بتخف الضغوط شوي عليك لكن برضو تأثيرات وظلها العشرية الثانية وثالث لسه بحسوا ببعض الضغط هدولا بدهم ينتبهوا على صحتهم على اعمالهم ما زال في بعض الاعطال او تعطيلات لبعض المسائل وبرضو ممكن يعني العذراء ككل يعني صير فيه نوع من انواع الاهتمام لا صحتكم او لا صحت احد الاحبة برج الميزان طبعا بالنسبة للقمر الان موجود بالعقرب يعني شوي هذا ببيت المال لكن طبعا ضغط الكواكب اللي موجودة في بيت المتاعب زي الشمس عطارد هدولا شوي بيضغطوا على نفسيتك بيسووا توترات نفسية عندك او تقلبات بالمزاج او حدية بالطباع شوي بتفقد الثقة بنفسك او بتحس بروح تشاؤم بتسيطر عليك بشكل اكبر وبرضو بتخلي فيه نوع من انواع زي الاكتئاب او الضغاط النفسية اللي بتأثر عليك بشكل سلبي حاول انك ما تستسلم لها حاول انك تختلط بالمجتمع وتختلط مع الاصدقاء وتبعد عن الضغوط النفسية او الافكار اللي ممكن تيجي وانت جالس مع نفسك اما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا اليوم بينصب اهتمامكم حول ضبط ميزانيتكم والفرصة متاحة للحصول على مال بيكون على الاغلب من عمل اضافي بتتحسن المعنويات وبتقوى الثقة بالنفس وبتختفي الهموم وبتطمئنها وجسك شوي واضف اموالك بشكل حكيم ممكن تحصل على ربح من جهة اجنبية او غريبة اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء تقريبا تدعمك على مستوى امور الها علاقة بالاتصالات والحوارات يعني صحيح ان الاجواء الروتينية ولكن ممكن تنشط ببعض التنقلات او الاتصالات او الحوارات او لترويج لامر معين ممكن يكون عندك لقاء او تعاون ما بينك وبين اخ او جار ولكن اذا كان عندك تنقلات بالسيارة بدك تنتبه واذا كان عندك امتحان او مقابلة بدك تستعد بشكل جيد اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء على مستوى البيت من المفروض انها ايجابية اليوم ولكن ممكن تظهر بعض المسائل اللي شوية تنكد عليك او هيك شوية تشعرك بنوع من انواع الانزعاج زي اعطال ترتيب ترميم واجبات منزلية او مسألة عائلية تظهر على الساحة شوية تكون مربكة في منك رح ينزعج من بعض المصاريف العائلية اللي ممكن تظهر على الساحة اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء على مستوى البيت العاطفي يعني تقريبا اي روتينية ما في اي شيء لا ايجابي ولا سلبي ولكن ممكن تستاء او تعصب من تصرف احد الاحبة او اهمال الحبيب ممكن تتوتر نفسيا من مسألة معينة الها علاقة بهواية او بشيء الا علاقة بالنشاط الفكري يعني يوترك فعشانيك منقولك ابعد عن الاكتئاب قدر الامكان في منك رح يكون له تعاون او تعامل ما بينه بين احد الابناء او احد الوالدين اما بالنسبة للبيت السادس فهنا اليوم رح تنشط في بعض المسائل اللي الها علاقة بالعمل او تنجز بعض الاعمال الضرورية او بيظهر عمل بشكل مفاجئ بيطلب منك الاهتمام لزيادة على هذا الموضوع في منك رح يهتم بمسألة الها علاقة بملف او بمشروع او بقضية معينة الها علاقة بقضية عمالية مثلا اما بالنسبة للوضع الصحي فابده شوية رقابة لانه التوتر النفسي هذا ممكن يترك بعض الاثار عليكو على الجسم او على البشرة اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء ما زال فيها نوع من انواع الحدية فعشان هيك سهل التقلب بالمزاج او الحدية او الخلاف او النقاش الحاد ممكن كلام لاذع يكون اثناء تعاملك مع الشريك شريك المال او شريك العاطفي ما بينك وبين الزوج فعشان هيك بتكون يوم منتبهين بعض المسائل اللي الها علاقة بالشراكة وبرضو من امور الها علاقة بالقضايا القضائية اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء اليوم تحمل بعض المفاجئات على مستوى الاموال المشتركة فعشان هيك ممكن تظهر بعض المسائل اللي الها علاقة بالمال المشترك او تحصل بعض الديون للك او بعض الاشياء اللي الها علاقة بانك انت تكون كفلان اشخاص فتحلها اليوم أو تبدأ بعملية حلها أو مسائل إلها علاقة ببنك ضريب وتأمين أو موضوع إلها علاقة بالإدخار أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا روتينية على مستوى الاتصالات البعيد والتواصل مع أشخاص خارج البلاد ممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بامتحان أو إلها علاقة بجامعة أو إلها علاقة بدراسة للغة أو لدورة معينة أو تفكر في مسألة معينة ولكن بدك ترتبها بشكل جيد إذا كان عندك امتحان جامعي بدك تكون جاهز وما تهمل أي شيء إلها علاقة بقضية قضائية أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة ودعمتك على مستوى بيت السمعة وبرضو بتجيب لبعض الأشخاص عمل جديد أو عرض جديد إلها علاقة بعمل معين وبرضو بتزيد من علاقتك أو بتوطد من علاقتك ما بينك وبين زملائك أو رؤساك بالعمل أما بالنسبة للبيت العاشر فاليوم لقاءاتك أو حواراتك أو تعاملك مع الأصدقاء هو روتيني ممكن تنشط بزيارة أو باتصال أو يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تتواجد في مكان يتواجد في أحد الأصدقاء فتسعد بوجوده وممكن يكون في حوار أو طلب مساعدة أو معاونة من صديق في مسألة ما فهو إن شاء الله إنه ما بيخذوا لك أما بالنسبة لبيتك 12 فحكينا إنه أول إشي الشمس وعطارد 2 موجودين في بيت المتاعب وهذا بيضغط عليك بشكل كبير على المستوى النفسي عطارد بيأثر عليك بالأفكار والوساوس والأوهام والأشياء هاي والشمس بتعطل بعض المسائل أو ممكن تكشف بعض الأشخاص لإلك بشكل مفاجئ عشان هيك بدك تنتبه على عملك بشكل كامل وتنتبه لصحتك من بعض التقلبات الصحية الفترة هاي بتحمل إما أمور إلها علاقة بمستشفى أو يعني إشي بتعلق بصحة أحد الأحبة برج العقرب طبعا اليوم القمر موجود عندكم استقر بشكل كامل فعشان هيك اليوم أنتوا عندكم نشاط وعندكم حيوية وبينجذب إلكم أفراد الجنس الآخر بادروا لخطوة جديدة من شأنها إنها تدعم من مركزكم الاجتماعي تستعيد حماستك وبتنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة بتتلقى إشارة أو خبر بتنتعش العواطف عندك وبتزدهر اللقاءات بتتلقى مفاجئة سارة وربما أنك تفرح لحدث كبير خلال هذا اليوم يعني يعتبر هذا من أفضل فترات خلال هذا الشهر أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا الأجواء على المستوى المالي ما زالت فيها نوع من أنواع التوتر أو القلق أو يعني بتفكر في بعض المسائل المالية بشكل جدي ممكن تظهر بعض المسائل المربكة أو تتوتر من مسألة معينة أو يقلقك وضع مالي معين أهم شيء أنك تنتبه على أموالك من الصرقة أو الضياع أو من المحتالين أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء داعمة على مستوى الاتصالات والحوارات والتنقلات والتواصل مع أشخاص ممكن تنشط بالحركة بشكل كبير خلال هذا النهار ممكن يكون لك بعض الاهتمام بأمور إلها علاقة إما بالتليفون أو بالسيارة أو بأمور إلها علاقة بترويج لسلعة أو لأمر معين اللي عنده امتحان أو مقابلة اليوم رح يبدع وبرضو بتحمل اليوم نوع من أنواع تعاون ما بينك وبين أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه فيها نوع من أنواع الإيجابية ما هي روتينية ولكن برضو بتحمل إيجابية على مستوى العائلة ممكن يظهر خلاف أو نقاش أو حوار ولكن سرعا ما بينتهي يعني إشي سريع ممكن عطل معين أو مصاريف بيتية أو عائلية تظهر بشكل مفاجئ أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي شوي تحمل نوع من أنواع المخاوف ولكن مشهل التأثير الكبير ممكن اليوم يكون لك تواصل مع الحبيب أو تنشط بممارسة هواية معينة أو إشي فكري ممكن قراءة كتاب أو موضوع معين أو يعني إشي من الأشياء اللي أنت بتحبها ممكن تفكر في الخروج بنزها مثلا أو تغيير الجو أو تمرح في لقاء أحد الأشخاص برضو بتحمل هاي الفترة تواصل جيد ما بينك وبين أحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء هنا بدك تنتبه من إشي إلى علاقة بالتوترات الصحية أو من التقلبات الصحية أو أمور إلها علاقة بالوضع الصحي ممكن تيجي على شكل صداع أو ألم بالأكتاف أمور المعدة برضو حساسة فعشان هيك بدك تكون حذر للوضع الصحي وبرضو أمور إلها علاقة بالعمل فممكن يتراكم عندك عمل معين أو ما تقدر تنجز أعمالك بشكل كامل أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء على مستوى بيت الشراكي بتحدث بعض المفاجآت خلال هذا النهار بطريقة التعامل ما بينك وبين الشريك أو ما بينك وبين الزوج فممكن اليوم يكون فيه لقاء أو تواصل أو حوار أو نقاش على مسألة معينة أهم إشي أنك تحاولوا تضبطوا عصابكم ما تحتدوا ما تتخذوا أو تصدروا قرارات مفاجئة لتكون فيها نوع من أنواع العنادة والعصبية أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء الروتينية على مستوى الأموال المشتركة فبتتعاملوا على مستوى الأموال المشتركة وأمور البنوك والضريبة والقروض والديون والجمعيات والترتيبات كلها هاي بشكل روتيني ولكن بدك تحذر عدم الدخول أو الخوض في شيء إلو علاقة بتجربة أو إلو علاقة بمغامرة مالية بالفترة هاي بدون دراستها بشكل جيد واستشارة أهل الاختصاص وإحذر من بعض المحتالين والنصابين وإنتبه لبعض الأموال أو الأوراق من السرقة أو ضيع أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء داعمي على مستوى الاتصالات البعيدة والحوارات مع أشخاص خارج البلاد ممكن تنشط ببعض الاتصالات خلال هذا النهار ممكن تتلقى اتصال أو تواصل مع شخص إما أجنبي أو مقيم خارج البلاد أو تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالسفر في منك ورح يهتم بمسائل إلها علاقة بامتحان أو قضية قضائية الأجواء جيدة ودعميتك إذا كنت جاهز لإلها فعشان هيك يحاول تستعد وتكون جاهز وما تعتمد على الحظ والصدفي أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة جيد فعشان هيك يدعمك على مستوى أمور إلها علاقة بالعمل المشترك فاليوم أي عمل مشترك ناجح بكون وبرضو تعزيز علاقتك ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل الجيد وممكن ينظر لك رؤسائك بالعمل نظرة الإعجاب أو تسمع كلام إطراء أما بالنسبة لبيتك 11 فدعم بشكل قوي جدا على مستوى شيء له علاقة بلقاء الأصدقاء ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء مثلا أو تسعد بلقاء صديق معين أو ممكن يعني يصير فيه تعاون ما بينك وبين صديق لإنجاز أمر معين أو لمرافقة لمكان معين أما بالنسبة لبيتك 12 فبيت المتاعب شوي فيه يعني ما زال بعض الضغوط فعشان هيك بظل لازم يظل فيه نوع من أنواع الانتباه لعملك فما تهمل عملك إنجز أعمالك بوقتها حاذر من تراكم الأعمال عندك برضو بدك تنتبه من أمور إلى علاقة بالصحة والتطورات الصحية المفاجئ اللي ممكن تكون على شكل تعب مفاجئ أو شيء العلاقة بصحة أحد الأحبة ممكن يوترك فعشان هيك لازم تنتبه لصحتك بشكل جيد بالفترة هاي برج القوس طبعا اليوم الأجواب بما أنه القمر موجود في بيت المتاعب وهذا بسبب لك نوع من أنواع التوتر والقلق مزاجك مش مرتاح في نوع من أنواع الحدية أو يعني أو التوتر من مسألة معينة العصبية ظاهرة عندك التسرع في بعض القرارات ممكن يكون ظاهر بشكل كبير عشان هيك يحاول قدر الإمكان أنك تراجح حالك أكثر من مرة وما تبادر بشيء لأنه عادي جدا أنه يصير فيه نوع من أنواع التعطيل أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع الحدية أو فيها نوع من أنواع الاستياء من مسألة إلها علاقة بالوضع المالي ممكن كنت موعود بفلوس وتأخرت أو تأجلت أو ممكن أنه تعمل عمل وما تأخذ حقوقك بالكامل فهذا إشي يستفزك وبرضو في منك أشخاص ممكن أنهم يتفششوا بهروبهم من الضغط النفسي هذا للمصاريف أو لمشتريات أشياء غير ضرورية أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا بتحمل نوع من أنواع الإنزعاج أو العصبية أو الحدية في بعض التصرفات عشان هيك يبدأ تشحن حالك بطاقة إيجابية تبتعد عن المشاحنات تبتعد عن الضغط النفسي ما تتوتر ركز أثناء تنقلاتك أثناء قيادتك للسيارة ممكن برضو فيه إشي العلاقة بالأعباء إنها تتوجه لك بعض الضغطات بالفترة هاي فعشان هيك يبدأ تشحن حالك بطاقة إيجابية انتبهتنا قيادتك للسيارة وبرضو بدك تنتبه لبعض المسائل اللي إلها علاقة بشيء يعني نقدر نحكي إلو علاقة بامتحان أو مقابلة أو تعامل مع أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنه فيها نوع من أنواع الإيجابية على مستوى أمور إلها علاقة بالبيت ممكن تظهر بعض الأعطال بعض الاهتمامات اللي تطلب منك الاهتمام العالي ممكن نقاش عائلي معين أو حوار عائلي معين شوي يكون متوتر ممكن مصاريف زيادة تظهر على مستوى البيت عشان هيك بدك تكون مهية لك كل الأمور هاي أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء حديت جدا على المستوى العاطفي فاليوم سهل جدا أنك تفتعل أو يصير خلاف ما بينك وبين الحبيب حاول أنك تضبط أعصابك قدر الإمكان الأجواء مش مساعدة لأي حوار أو نقاش أو حدية بالطباع حاول أنك ممكن تنزعج من إهمال أو من تقصير الحبيب بالفترة هاي حاول أنك تضبط أعصابك لأنه القمر بس يوصل عندك في مجال أنك تراجع في هاي الأمور ولكن الآن الوضع ضاغط ممكن يصير توتر مع بعضكم مع أحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء بتحدث بعض المفاجآت على مستوى العمل فعشان هيك شوي بدكوا تنتبهوا لعملكم وتنتبهوا لصحتكم ممكن يتراكم عمل معين أو تهملوا عمل معين فيصير بنوع من أنواع المحاسبة أو الإنزعج وبرضو التقلبات الصحية ممكن تكون واضحة بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا بنقدر نحكي إنها جيدة يعني ممكن اليوم تعزز علاقتك مع الشريك أو مع الزوج أو أشياء اللي لها علاقة بالوضع اللي له علاقة بالشراكة الزوجية وفي بعضكم رح يهتم ببعض المسائل اللي لها علاقة بقضية قضائية أو أمور قانونية أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء جيدة على مستوى الأموال المشتركة فممكن اليوم ينحسم أمر أو يجيك خبر له علاقة بقرض أو تسوية أو دعم معين أو استرداد بعض الحقوق اللي لا إلك أو تعرف أشياء كنت فاقدها تجدها خلال هذا النهار أهم شيء إنك ما تغامر بأي مشروع دون دراسته واستشارة أهل الاختصاص أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا روتينية على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد يعني بتتعامل على حسب طبيعتك أهم شيء إنه ما تهم القضية قضائية ما تتوتر إذا كان عندك امتحان أو مقابلة إيش عن حالك بطاقة إيجابية واستعد على أساس إنه الأمور تكون جيدة أما بالنسبة للبيت العاشر فالأمور جيدة وقوية جدا على مستوى بيت السمعة فبتقدر تعزز سمعتك تقدر تنجز بعض الأعمال بشكل مشترك بتعاونك مع بعض الأشخاص أو واسطة معينة يدعموك في مسألة معينة أو ممكن أمر العلاقة بالعمل فتنجز عمل أو ينعرض عليك عرض لعمل جديد أهم شيء إنك تدرسه تدرس حيثياته تدرس أبعاده واستشير بعض الأشخاص على أساس اللي عندهم علم بهذا الموضوع عشان أنت ما تكون تهورت بإصدار القرار أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء ما بينك وبين الأصدقاء روتينية برضو ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي بتتعامل أنت وأصدقائك ومعارفك بشكل روتيني ممكن تنشط باتصال أو بحوار أو ممكن أحد الأصدقاء يطلب منك مساعدة في أمر معين أو ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة لمناسبة معينة أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا القمر موجود في بيت المتاعب فاليوم نقولك أنه غير مريح صحيا ونفسيا رغم عدم موجود أي مخاطر بس إنجزوا فقط ما بوسعكم من العمل الضروري وإخلدوا للراحة ابتعد عن المغامرات وعن الرهان على الحض ممكن تعاني من تراجع في الأرباح والمعنويات والحيوية أهم شيء أنك ما تجازف بسلامتك فترة فارغة من الحضوظ تطلب منك الانتباه يوم وبعدين القمر بصير عندك وبتنتهي كل هاي المشاكل برج الجدي طبعا اليوم بالنسبة للبيت الأول الأجواء إيجابية ودعمة إلك بقوة رغم العصبية ورغم التقلب بالمزاج والحدية اللي ممكن تسيطر عليك إلا أنه أنت برضو عندك قدرة على إنجاز بعض الأمور والاهتمام ببعض المسائل ونفسيتك مرتاحة شيئا ما لإنجاز بعض الأمور أو مشحون بطاقة إيجابية أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء يعني ممكن تظهر بعض المسائل المالية المربكة خلال هذا النهار من مصاريف أو دفعات أو قلق على وضع مالي معين ممكن تكثر عندك المشتريات أو الالتزامات اللي إلها علاقة إما بمصاريف بيتية عائلية صحية هدول الأمور اللي ممكن تظهر على الساحة خلال هذا اليوم فانتبه على أموالك من المجازفات المالية أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا نقدر نحكي فيها نوع من أنواع الإيجابية على مستوى الاتصالات والحوارات والنقاشات أنت مشحون بطاقة إيجابية عالية جدا وعندك قدرة على الإقناع بشكل قوي أهم إشي إنك تعرف إيش اللي بدك يا بالضبط وترتب برنامجك عشان استغلاله طيلة النهار في منك رح يهتم بموضوع العلاقة بالسيارة أو باتصالات أو تنقلات وفي منك رح يهتم بتعامل ما بينه بين أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت ما زالت متوترة اليوم ممكن يظهر مسألة عائلية أو بيتي شوي تكون مربكة ممكن مصاريف ممكن أعطال ممكن أعباء ممكن خلاف ممكن سوء تفاهم ما بينك وبين أحد أفراد العائلة أهم مش إنك تشحن حالك بطاقة إيجابية قدر الإمكان تبتعد عن إصدار القرارات وبرضو ما تحاول تفرض رأيك على أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي تقريبا بتحدث بعض المفاجآت وممكن تتفاجأ باتصال من حبيب أو ممكن طلب مساعدة من أحد الأحبان ويطلب منك مساعدة معينة ممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بهواية أو دعوة لحفلة مثلا أو لا إشي إلو علاقة بهوايتك يعني الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية وممكن يكون فيه نوع من أنواع الترفيه أو التواصل بينك وبين أحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا روتينية على مستوى العمل وعلى مستوى الصحة فبتتعامل على حسب طبيعتك وعلى حسب برنامجك بشكل روتيني يعني ممكن تنجز أعمالك بشكل روتيني وممكن يكون لك بعض الاهتمامات الصحية إلك أو لأحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء على مستوى بيت الشراكي قوية فاليوم ممكن تعزز شراكتك العاطفية أو المالية أو علاقتك ما بينك وبين الشريك ممكن تحمل مصالحة أو مكاشفة أو اتفاق على موضوع معين أو رفقة معين الأجواء آمنة وممكن تحمل نوع من أنواع المصالحات أما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا المستوى البيت الثامن شوي فيها نوع من أنواع الضغط فعشان يك ممكن تتراكم عندك بعض المسائل المالية أو تتعطى المسائل المالية إلها علاقة بشراكة معينة إلها بدفعة معينة إلها علاقة بوضع بنك أو قرض أو تسوية يعني الأجواء شوي فيها نوع من أنواع التقلبات أهمش إنك ما تغامر بمشروع جديد بدون دراسته ما تشتري شيء بدون ما تتأكد من كفالته وبرضه في نفس اللحظة ممكن ينفتح مواضيع إلها علاقة بالميراث أو بموضوع قديم أما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا الأجواء بتدعمك بشكل قوي جدا على مستوى الاتصالات البعيدة على مستوى النشاط العام على مستوى الامتحانات على مستوى الدراسة على مستوى الجامعات على مستوى القضايا القضائية كل هاي الأجواء داعم لإلك بشكل قوي أنت على حسب وضعك طبعا إيش من هدولة بنطبق عليك يعني اعرف إنه في نوع من أنواع الإيجابية اللي داعم لإلك بالحضوض المطلقة أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء طبعا فيها بعض الأمور اللي إلها علاقة بالعمل أهم مش إنك ما تهم العملك وما تدخل بأي نقاش أو حوار ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا بعض الأشخاص اللي بترتاحوا لصحبتهم بوسعكم تحقيق أمني بمساعدة صديق هاي فترة مميزة للتحالف والتعاون والمشاركة يعني المشاركة الفعلية أهم شي إنك تقتنس لإعلان رأيك وللحصول على موقع معين تقدر تبادر بطلب معين أو مساعدة معينة أهم إيش إنك تفاعل مع المسؤولين بمرونة ممكن اليوم يدعموك في مسألة معينة ممكن يظهر إعجاب أو صداقة جديدة بالفترة هاي اللي تدعم من موقعك أو موقفك أو واسطة داعمة لا إلك أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا بيت المتاعب ما في أي كواكب بس إنه بظل بيت المتاعب وضيل أكم يوم القمر بصير موجود بالقوس فهذا يعني بكرة تنتقل للقوس فهذا الإشي رح يضعفك فعشان يك منقول لك حاول تنجز كل شيء ضروري خلال هذا النهار ما تأجل أعمالك حاول إنك ما تهمل صحتك الفترة هاي بتحمل نوع من أنواع القلق على صحتك أو على صحة أحد الأحبة بعض الأشياء اللي ممكن ما تمشي معك بسهولة اللي بيحاجي للرقابة وبرضو ممكن تنشط بزيارة أحد الأشخاص اللي بيعزوا عليك ممكن يكون مريض برج الدلو طبعا اليوم القمر مش بالمكان الجيد للك وهو بعمل زاوية تربيع معكم فعشان هيك الشوية النفسية بتكون متقلبة عندك أكثر من موضوع محيرك أكثر من شيء بتفكر فيه مع بعض فعشان هيك نفسيا بتكون متوتر أو مشحون بطاقة سلبية عالية جدا أو سهل جدا شحنك بطاقة سلبية حاول قدر الإمكان أنك تهتم بالمجتمع اللي حاوليك حاول أنك تخرج للقاء الناس ابعد عن الضغوطات يد ما بتقدر أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء ممكن تظهر بعض الأعباء أو القلق من وضع مالي معين ممكن تهتم بمسألة إلها علاقة بالوضع المالي أو تحاول تجد بعض الحلول أو ممكن تهتم بعمل إضافي تحصل منه بعض المكاسب أو تسترد بعض الحقوق اللي لا إلك بالفترة هاي أو ترتب وضعك المالي على حسب ما بناسبك أهم إشي أنك تبعد عن المصاريف لزيادة وبرضو حاول أنك أنت تكون حذر من أي مغامرة مالية أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء شوي بتعطيك نوع من أنواع الإنزعاج والعصبية والحدية والتوتر بالطباع اليوم ممكن تنفعل وتعصب بسهولة حاول تشحن حالك بطاقة إيجابية قدر الإمكان تبعد عن الضغوط مهما كانت الظروف شوي بدك تركز بشكل إيجابي بالفترة هاي إذا كان عندك امتحان أو مقابلة أو ترويج لسلعة معينة بدك تركز بشكل كبير وتعرف إيش اللي بدك إياه ممكن تنشط باتصالاتك أو بحركتك بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء طبعا إلها علاقة بمشاكل بيتية أو عائلية أو أمر عائلي مقلق شوي أو اهتمام بمسائل عبئ معين مثل أعطال ترميم تصليحات يعني تكون كثيرة فعشان هيك هذا الإشي ممكن يوترك ممكن خلاف في مسألة عائلية أو نقاش أو إنزعاج من بعض الأفراد العائلة اللي ممكن شوي يكون فيه نوع من أنواع الإهمال أو الإساءة لا إلك أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي تقريبا نقدر نحكي فيها نوع من أنواع الإيجابية ممكن تعزز بعض الأوامر العاطفية أو تعمل رغبة عندك للتواصل مع الحبيب أو شوي اهتمام عاطفي زيادة أو ممارسة هواية معينة الحظ مش متخلي عنك بالكامل ولكن برضو مش معطيك بالكامل يعني بدك تجتهد شوي عشان تحصل بعض الأمور ممكن يكون لك اهتمام بأحد الأحبة أو أحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء ما زالت يعني فيها نوع من أنواع الإيجابية على مستوى العمل ممكن تجد حلول معينة أو يعني تساعدك في حل مسألة معينة إلها علاقة بالعمل وممكن تجد بعض الحلول لوضع صحي معين أهم شيئ أنك تركز بشكل جيد بالفترة هاي على عملك وما تخلي الأعمال عندك تتراكم أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا وصلت لمرحلة الروتيني يعني بتتعاملوا على حسب طبيعتكم على حسب العلاقة ما بينكم وبين شركائكم ما بينكم وبين أزواجكم تتعاملوا بشكل روتيني كامل يعني بتحاول تمشي الأمور عشان تريح راسك أما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا تظهر بعض المسائل اللي إلها علاقة بالأموال المشتركة خلال هذا اليوم ممكن تحل مسألة معينة أو اتميل على الشريك أو على الزوج لتحصيل مبلغ معين أو مساعدتك في شيء معين أو تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بقرض أو تسوية أو أمور بنكية أو ضريبة أو تأمين أو معالجة وضع مالي كان صعب أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء الروتينية على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أهم شيء إذا كان عندك امتحان أو مقابلة خلال هذا اليوم بدك تركز بشكل جيد الأجواء مش دعملة إليك بالكامل بالحظوظ اللي تغامر يعني بدك تدرس وتستعد بشكل جيد إذا كان عندك قضية قضائية أو أوراق قانونية ما تهملها خلال هاي الفترة أما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا القمر موجود فيها في الفترة هاي مناسبة لللي بيبحث عن عمل أو بيرغب في إدخال تحسين عليه اللي بيعمل بينجح في إثبات جدارته وبينال لرضى المسؤولين أهمش أنك تحافظ على هدوءك وما تحاول إثارة الفتن هاي فترة مهمة بتمتحنك أهمش أنك ما تضعف وما تستسلم وما ترتكب الأخطاء حافظ على رصانتك وتمسك بمسؤولياتك أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء تقريبا مروتينية على طريق التعاملك مع بعض الأصدقاء فممكن يبادر بعض الأصدقاء بمساعدتك في مسألة معينة ممكن يحيطك الجو شوي بلقاء من بعض الأصدقاء أو تتواصل مع أصدقاء أو يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة ولكن إجمالا أنت بتتعامل بشكل روتيني يعني ما عندك النفس الكامل لهاي الأمور أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا اليوم ضاغط فعشان هيك يسبب لك أمور إلها علاقة بتراكمات عمل أو قلق من وضع عملي معين أو أمور إلها علاقة بتعطيل في حل موضوع إلو علاقة بالعمل وبرضو عند البعض منكو بيشعر بالوضع الصحي أكثر فعشان هيك بدك تنتبه لوضعك الصحي تراقب وضعك الصحي خذ علاجك بوقته وما تهمل صحتك وبرضو ممكن تخلق على صحة أحد الأحبة برج الحوت طبعا اليوم القمر استقر في العقرب برج حليف لايلك بيتك التاسع فبيدعمك نفسيتك أحسن بتشعر بنوع من أنواع الاستقرار وعندك نوع من أنواع الطاقة الإيجابية العالية ورغبة للتحرك والاتصال والتنقل ممكن تنشط بهاي الأمور من تلقاء نفسك يعني الأجواء تقريبا بتدعمك نفسيا وبتدعمك على قدرتك على إنجاز بعض الأشياء المهمة خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء شوي بتحمل نوع من أنواع القلق على وضع مالي معين ممكن ضغط على مصدر رزقك ممكن حد بهاجمك أو بحاربك في رزقتك ممكن مصاريف الزيادة ممكن أنت يعني هاي كل واحد على حسب عمله يعني هاي كلها احتمالات ممكن واحدة منهم تزبط ممكن كلها تكون عليك فعشان هيك أهم شيء أنك تهتم بالوضع المالي ما في داعي للمصاريف للزيادة وما في داعي للتهور في المسائل المالية أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا داعمة على مستوى تنقلاتك واتصالاتك فاليوم ممكن يطلع لك مشوار أو تنقل أو حوار بشكل مفاجئ ممكن تنشط لتسويق أو يجيك رد جيد على تسويق لسلعة معينة أو لموضوع معين أو لفكرة معينة ممكن تجد أذان صاغي لإلك في هاي الأمور الأجواء جيدة وبتدعمك حتى على مستوى الدراسة والامتحانات والتنقلات واهتمامك بالسيارة يعني ممكن يكون عطل أو أمر إلو علاقة بعطل بهاتف يعني لكن فيه اهتمامات كثيرة على هذا الموضوع أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت متوترة ممكن تظهر بعض المسائل المقلقة أو هيك شوي يعني تأخذ انتباهك في بعض الأوقات أهم إش أنك ما تهمل البيت ولا الالتزامات والشؤون العائلية ممكن تهتم بمسألة إلها علاقة بأحد الأبناء أو أحد أفراد العائلة أو مسألة إلها علاقة بعطل أو ترميم أو تصليح أو مشتريات منزلية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء داعمة بقوة لإلك عاطفيا فهذه الفترة ممكن تعزز عاطفتك بشكل قوي ممكن الحضوض تدعمك بشكل كبير على مستوى المغامرات أو المجازفات أو الترفيه أو هواي معينة أو لقاء حبيب بوقت معين أو ممكن أنه يصير انسجام ما بينك وبين أحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء داعمة لإلك برضو بشكل جيد أنك تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار ولكن بالمقابل داك تهتم لوضعك الصحي صحيح ما فيه خمخاطر على الوضع الصحي ولكن برضو أنت بحاجة لبعض الرعاية أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا على مستوى بيت الشراكة يعني الشراكة المالية والعاطفية بتحدث بعض الأشياء المفاجئة اللي لها علاقة بوضع معين صعب ممكن نقاش حوار خلاف ولكن إجمالا مع تواجد البيت الخامس قوي والتاسع قوي فمنقول أن الفترة هاي بتحمل نوع من أنواع المصالحة أو التقارب أو عريس بمعنى آخر أو فرحة يعني أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا يعني ضاغطة على مستوى الأموال المشتركة فما زالت الأجواء متوترة ممكن تعطيل ممكن قرض معين ممكن إشي العلاقة بدعم معين ممكن أمر بنكي ضريبة تأمين أموال الشريك محاسبة أو مساءلة عن وضع مالي معين هاي تكون مقلقة بالنسبة لإلك أو تظهر بعض المصاريف اللي إلها علاقة إما بالبيت أو إلها علاقة بالاستشفاء أما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا القمر صار موجود فعشان هيك ممكن يصلكم اليوم خبر صار من بعيد أو تشعروا بقوة العاطفة مع حبائكم فترة مناسبة لإجراء مقابلة بتستعيد حماستك وبتنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة ممكن تتلقى إشارة أو خبر صار يعني تعتبر هاي من أقوى وأفضل أيام هذا الشهر بتكون الفترة الدينيماكية جدا وبتشكل محطة للانطلاق بورشة جديدة يعني الأجواء دعميتك بشكل قوي على مستوى بيتك التاسع حتى على مستوى الامتحانات وعلى مستوى الأوراق القانونية والقضايا القضائية أما بالنسبة لبيتك العاشر فطبعا بيت السمعة الأجواء برضو إيجابية بتدعمك ولكن أهم إش أنك ما تدخل بخلافات أو نقاشات أو جدالات ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل يعني شوي بدك تكون حكيم الحظ بدعمك في مسائل معينة بتقدر تتجاوزها وممكن ينظر لك رئيسك بالعمل بعين الإعجاب على إنجازاتك أو تسمع كلام إطراء مثلا أو ثناء على أعمالك أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء هنا فيها نوع من أنواع الضغط أو الاستياء من أحد الأصدقاء صحيح أنه مش كل الأصدقاء فممكن تنشط بلقاء مثلا أو يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تلاقي بعض الأصدقاء ولكن في حد معين أو صديق معين أو واحد معرفة مثلا اليوم تكتشف أو بالفترة هاي اكتشفت أنه هو بتآمر عليك أو هو مش صديق أو شخص بحاول أنه يستغل لك انتبه ويعرف كيف تتعامل معاه أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا الأجواء إيجابية ودعمة على مستوى بيت المتاعب ما في أي مخاوف فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة ويكون عندك قدرة لهذه الأمور أهمش أنك تراقب غذائك وتراقب صحتك تأخذ أدويتك بوقتها ما تهمل صحتك نهائيا يعني الفترة برضو ممكن تحمل نوع من أنواع القلق على صحة أحد الأحبة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا